مجلس الوزراء يشيد بمخرجات مؤتمر المناخ ويبحث زيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية مصر تتابع بقلق ما يشهده العراق وسوريا مؤخرا من عمليات إيرانية وتركيا بحقهما وتطالب بخفض التصعيد كييف تؤكد أنه لن يتم الاعتداد بأي قرارات أو مقترحات لإنهاء الأزمة مع روسيا بمعزل عنها الثالث عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التي تم التوافق عليها والتي تمثلت في الإقرار للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة وأكد مدبولي أن المقرارات الختمية للمؤتمر جاءت لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ وإنما على مستوى قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ وهو ما يضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية للدولة المصرية وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء أيضا إلى الاجتماعات المكثفة التي تم عقدها خلال الأيام الماضية مع عدد من الوزراء خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية بهدف الوقوف على تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري بالإضافة إلى البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقار الشركة وعقب التوقيع قال مدبولي أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد والخاصة بأهمية التوسع في إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية وذلك بما يسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الرغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لبحث جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية وخلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد ووزير المالية محمد معيط ومسؤولون آخرون تم استعراض أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي تسهم في تنشيط البرصة بشكل خاص أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنصق الوزري ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27 أن مصر حققت أعددا من المكاسب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شارم الشيخ وأوضحت الوزيرة أن مصر أبرزت دورها ريادي لقارة إفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف التي أطلقها الرئيس السيسي وذلك بعد نجاحها في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار واصطدفت وحدة إدارية للمبادرة بالقاهرة والشحز 100 مليون دولار للدول الأقل نموا كما أكدت الوزيرة أنه تم للمرة الأولى إدراج بند للخسائر والأدرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة وأشرت أيضا إلى نجاح مصر في شحد تمويل لبرنامج نوفي من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالي 10 مليارات دولار فضلا عن توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار وكذلك تحويل شارم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم في تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة وفتح شركات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى قال المجلس القومي للأشخاص دول إعاقة إن مصر قدمت نموذجا يحتذا به في تطبيق كود الإتاحة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناقب 27 وأكد المجلس أن المؤتمر عكس إحراز مصر تقدما كبيرا في مجال تعزيز حقوق الأشخاص دول إعاقة ودمجهم مع غيرهم في المجتمع لا سيما تطبيق كود الإتاحة المكانية التي قطعت فيه شوطا كبيرا في الجمهورية الجديدة هذا وقد أكد المجلس أن سبل الإتاحة خلال انعقاد المؤتمر كان على مستوى عال من الكفاءة والجودة مشيرة إلى أن الدولة لا تدخل جهدا في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع في الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة وقع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع نظيره اليوناني في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري وذلك بحضور وزير الخارجية سمح شكري ووزير خارجية اليونان كما بحث الوزيران عددا من الموضوعات المشتركة والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بحضور رئيسي أركان حرب القوات المسلحة المصرية واليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين في إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتي مصر واليونان قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد نيكولاوس بنيوتوبلوس وزير الدفاع اليوناني بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري بين الجانبين المصري واليوناني وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني السيد نيكوزدين دياس ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية في مختلف المجالات العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكل البلدين الصديقين من جانبه أعرب وزير الدفاع اليوناني عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في موحيطها الإقليمي والدولي متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة دعم أفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكل البلدين عقب ذلك عقد لقاء بين الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة مع نظيره اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار تدعيم مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واليونانية حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول كونستاني نيوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين بانطلاقة قوية بدأت وسط أقدم الحضارات وعلى سفح الأهرامة كان العرض الجوي الأول بيرامت إير شو عشرين اتنين وعشرين واستمرار للنجاحات ولأول مرة معاك وعلى الأراضي المسلحة نقدم لكم العرض الجوي غرداء إير شو ألفين اتنين وعشرين بمدينة سهل حشيش بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصري العرض الجوي غرداء إير شو عشرين اتنين وعشرين اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطاني وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصري وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال أربع وعشرين ساعة من ضبط خمسمائة وأربع وتسعين قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة ثمانمائة وأربع وعشرين طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط قرابة خمسة وأربعين طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من ستمائة وأربعة عشر طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة مائة وخمسة وستين طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبطه 918 قضية من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الشقيقتان العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة أعلى أراضيها وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر وهي تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة تطالب بخفض التصعيد حقنا للدماء ولتجميب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار إلى تونس حيث انطلقت اليوم الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية التونسية وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات اعتبارا من الخامس عشر من ديسمبر المقبل وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الحملات الانتخابية التي بدأت اليوم خارج البلاد ستستمر حتى الثالث عشر من ديسمبر المقبل بما تنطلق الدعاية الانتخابية داخل البلاد اعتبارا من الجمعة المقبل وتستمر حتى منتصف الشهر المقبل ووفقا للجدول الزمني للانتخابات فمن المقرر أن تجرى عمليات الاختراع التي يتنافس فيها أكثر من ألف مرشح على مدار ثلاثة أيام في الخارج اعتبارا من الخامس عشر من ديسمبر بينما تجرى الانتخابات في الداخل في السابع عشر من الشهر ذاته أكد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين استعداد بلاده لتوسيع العمل بشأن تصدير الأسمدة رغم العقوبات وأشار بوتين إلى أن الأسواق العالمية تعاني من العقوبات المفروضة أمام صادرات الأسمدة الروسية مبديا استعداده لتوسيع العمل مع جميع الشركاء دون أي استثناء كما أكد بوتين أنه على اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة والهياكل ذات الصلة وذلك بشأن رفع التجميد على الأسمدة الروسية مشيرا إلى أنه تواصل مع زعماء دول إفريقية بسبب منع إمدادات الأسمدة وشدد على ضرورة توفيرها لدعم الدول النامية بما في ذلك إفريقيا وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعت سابقا على اتفاقية برعاية الأمم المتحدة تتيح الأوكرانيا إعادة فتح موانئها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب أكد وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبا أنه لن تتم مناقشة أي مقترحات أو قرارات جدة لإنهاء الأزمة مع روسيا دون الرجوع إلى بلاده وأضاف كوليبا أن الرئيس بلودمير زيلانسكي قدم خلال حديثه في قمة مدموعة العشرين الأخيرة خطة واضحة من عشر خطوات لإنهاء الأزمة الأوكرانية جاء تصريحات وزير الخارجية الأوكرانية ردا على الكثير من التكاهنات في وسائل الإعلام العالمية حول موضوع المفاوضات مع روسيا كشفت شركة روساتوم الحكومة الروسية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت عن أن رئيسي الكيانين ناقش الوضع في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية في حرب أوكرانيا واتفق الجانبان على مواصلة التعامل والحوار بشأن زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وتسبب تجدد القصفع في مطلع الأسبوع الذي تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن المسئولية عنه في إثارة المخاوف مجددا من احتمال وقوع كارثة نووية في الموقع وميدانيا أكد المتحدث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديستا الأوكرانية أن الجيش الأوكراني دمر ثلاثة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الروسية في منطقة كاخوفا بإقليم خرسون الجنوبي وقال براتشوك أن القوات الروسية تعانت من خسائر عديدة على مدار الساعات الماضية موضحا أن القوات الأوكرانية قتلت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي قتلت ما يقرب من 85 ألف جندي روسي بمن فيهم 400 فرد روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية في المقابل أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية بشبه جزيرة القرم بإسقاط الدفاعات الجوية مسيرتين أوكرانيتين كانت تحلقان باتجاه محطة بلاك لافا للطاقة الحرارية وقال المسؤول الروسية أن محاولة الهجوم على محطة التاقة الحرارية فشلت لافتا إلى أن أسطول البحر الأسود نجح في صد هجوم لثلاث طائرات مسيرة أخرى حاولت الهجوم على المدينة موضحا أنه لم تقع أي خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية بالمدينة رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن مخزون روسيا من الطائرات المسيرة سينفذ في وقت قريب وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية لم تنفذ أي هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا منذ السابع عشر من نوفمبر الجاري مشيرة إلى أنها ستسعى للحصول على المزيد من الإمدادات ومشيرة أيضا إلى أن الهجمات الروسية تمزج ما بين استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة التقليدية التي يمكن إعادة استخدامها أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش ماروفيتسكي أن بلاده لا ترغب في حوض حرب مع روسيا وأضاف أن السبيل الوحيد لتجنب ذلك هو دعم أوكرانيا حتى يتحقق النصر مشيرا إلى أن واقعت مصرع مواطنين بولنديين في ضربة صاروخية شرقي البلاد جعلتنا ندرك أن الحرب على الأبواب وإذا سقطت كييف فإن روسيا ستواجه أسلحتها أو ستوجه أسلحتها صوبة بولندا أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستقدم مساعدات مالية بقيمة 4.5 مليار دولار إلى أوكرانيا وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه كييف من تداعيات العملية العسكرية الروسية وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان أن بلادها ستبدأ صرف هذه الأموال في الأسابيع المقبلة من جانبها حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على ترشيد استخدام الطاقة وقالت السلطات الأوكرانية أن ملايين الأوكرانيين بما يشمل سكان العاصمة كييف قد يواجهون انقطاع في الكهرباء حتى نهاية شهر مارس المقبل على الأقل وذلك بسبب الهجمات الصاروقية التي أحدثت أضراراً هائلة شتاء صعب يلوح في أفق أوكرانيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نهاية فبراير الماضي حيث حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على ترشيد استخدام الطاقة وسط هجمات لا هوادة فيها قلصت قدرة شبكة الكهرباء في البلاد إلى النص وفي الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من كارثة إنسانية في أوكرانيا هذا الشتاء قالت السلطات الأوكرانية أن الملايين بما يشمل سكان العاصمة كييف قد يواجهون انقطاعات في الكهرباء حتى نهاية شهر مارس المقبل على الأقل بسبب الهجمات الصاروقية التي أحدثت أضراراً هائلة وفقاً لما ذكرته شركة الطاقة الأوكرانية وشهدت أوكرانيا اعتدالاً في درجات الحرارة على غير المعتاد هذا الخريف لكن الحرارة بدأت في الانخفاض إلى ما دون الصفر ومن المتوقع أن تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق خلال أشهر الشتاء وفي وقت يسارع فيه العمال لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة قالت منظمة الصحة العالمية إن مئات المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية في أوكرانيا تفتقر إلى الوقود والماء والكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد وقال هانزي كلوغ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في بيان بعد زيارة أوكرانيا إن منظومة الصحة في أوكرانيا تواجه أحلك أيامها في الحرب حتى الآن فبعد تعرضها لأكثر من سبعمائة هجوم أصبحت الآن ضحية لأزمة الطاقة توقع مسؤولون أمريكيون أن تعلن مجموعة الدول السابقة قريبا عن سقف لأسعار صادرات النفط الروسية أشار المسؤولون الأمريكيون إلى وجود اتجاه داخل مجموعة السبع لتعديل المستوى منذ أو ببضع مرات في السنة وليس شهريا وفي هذا السياق أفاد مسؤولون أوروبيون أن المجموعة تبحث سقف سعر الخام الروسي عند 65 إلى 70 دولار للبرمين هذا ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السابعة والاتحاد الأوروبي في تطبيق سقف للأسعار المنقولة بحرا من النفط الروسي في الخامس من ديسمبر المقبل في إطار العقوبات التي تفرضها أعلى روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا وتخدف هذه الخطوة لتقليل عائدات النفط لمنع استخدامها في تمويل العمليات العسكرية الروسية مع الحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية ومنع ارتفاع الأسعار كما أنه من المقرر في هذا الإطار أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لصدرات المنتجات النفطية الروسية في الخامس من سبراير المقبل كشف معهد البترول الأمريكية عن أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير وتراجعت مخزونات الخام بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 450 ألف برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.1 مليون برميل أكدت مجموعة جاز بروم الروسية أنها ستقلص إمدادات الغاز إلى مولدوفا مشيرة إلى أن أوكرانيا قامت بالعبث بخط أنبيبها الذي يمر عبر أراضيها واتهمت المجموعة كييف بأنها راكمت على نحو غير شرعي 52.5 مليون متر مكعب من الغاز في نوفمبر الجاري الغاز الروسي سيبقى ضمن اللاعبين الأبرز بساحة الصراع الروسي الأوكراني خاصة وأن ألسنة نيرانه تطال الدول الأوروبية كافة مجموعة جاز بروم الروسية هددت بتقليص إمدادات الغاز المواجهة إلى مولدوفا متهمة أوكرانيا بالعبث بخط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها وقالت المجموعة العملاقة المملوكة لروسيا أن كييف راكمت بنحو غير شرعي 52.5 مليون متر مكعب من الغاز كانت في طريقها لدول أوروبية لاستخدامها لغاياتها الخاصة ومولدوفا دولة مرشحة منذ نهاية يونيو للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعاني من تداعيات الأزمة الأوكرانية لا سيما على صعيد الطاقة إذ كانت شركة جاز بروم الروسية خفضت صادراتها من الغاز إلى النصف تزامن التهديد الروسي مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وزيادة الطلب على غاز التدفئة وهو ما أعاد إلى الأذهان لاتهامات الغربية السابقة ضد موسكو باستخدامها الغاز كسلاح ضغط في إطار عملياتها العسكرية في أوكرانيا شركة نقل الغاز الأوكرانية جيتسو أكدت أن كل كميات الغاز الآتية من روسيا نقلت بالكامل عند نقاط العبور إلى مولدافيا مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا الغاز كأداة للضغط السياسي كانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل بدء عملياتها العسكرية بأوكرانيا في فبراير الماضي ومنذ ذلك الحين خفضت دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون وارداتها إلى حد كبير لتبلغ أقل من 10% من إجمالي الغاز المستورد وفقا لبروكسل توقعت منظومة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتراجع النمو العالمي من 3.1% هذا العام إلى 2.2% العام المقبل وأفاد تقرير المنظمة أن زخم النمو تراجع بينما ظل التضخم ثابتا في وقت تراجعت فيه الثقة وازدادت الضبابية في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية المستمرة تشديد السياسات النقدية ومزيد من الدعم الحكومي خطوات طالبت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدما في وقت يتراجع فيه النمو العالمي بسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود مطالبات تاتي في وقت تتوقع فيه المنظمة الواقعة في باريس أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.1% هذا العام ما يوازي نصف تلك النسبة العام الماضي ومن المرجح أن يستمر التراجع العام القادم مع انخفاض نمو العالمي إلى 2.2% قبل أن ينتعش قليلا إلى 2.7% عام 2024 التوقعات الأخيرة للمنظمة أشارت إلى أنه في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية فقد تراجع زخم النمو بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت فيه الثقة وازدادت الضبابية وكان التضخم يرتفع قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية نتيجة الاختناقات في سلاسل التوليد العالمية بعدما رفعت الدول تلابير الإغلاق المرتبطة بكورونا لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعت أن يصل التضخم إلى 8% في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين ليتراجع إلى 5.5% في عام 2023 و2024 المنظمة الاقتصادية شددت على أن أولويتها تتمثل في مكافحة التضخم في وقت يؤدي فيه الاتفاع الكبير في الأسعار إلى تراوع القدرة الشرائية للسكان حول العالم وأوصت المنظمة بتشديد السياسات النقدية في البلدان حيث بقيت الأسعار مرتفعة مع تقديم دعم موجه للعائلات والشركات لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية ودعت المنظمة التي تضم 38 عضوا إلى تسريع الاستثمارات نحو تبني وتطوير مصادر وتكنولوجيا طاقة نظيفة للمساهمة في تنويع الإمدادات قالت كوريا الجنوبية أنها ستبحث نشر شاحنات تابعة للجيش لتنفيذ عمليات نقل عاجلة في إطار استعداداتها لمواجهة إضراب مقرر من سائق الشاحنات وسيكون الإضراب الذي دعت له النقابة سائق الشاحنات على مستوى البلاد في وقت لاحق من اليوم هو الثاني في أقل من ستة أشهر بما يعرقل الإمدادات الصناعية والإمدادات في الوقود في عاشر أكبر اقتصاد في العالم وهددت النقابة الرئيسية التي تقود الإضراب والتي تطالب بتمديد ضمانات الحد الأدنى للأجور بوقف إمدادات النفط للمصافي الكبرى إضافة لوقف النقل من الموانئ الرئيسية والمصانع قالت الوزيرة الأولى بسكتلندا إنها تحترم حكم المحكمة العليا البريطانية بشأن تنظيم استفتاء الاستقلال عن بريطانيا مشددا على أنها مصممة على الاستقلال يأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في بريطانيا بعدم أحقية الحكومة الإسكتلندية في تنظيم استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل دون موافقة البرلمان البريطاني وقال روبرت ريد رئيس المحكمة العليا البريطانية إنه ليس لدى البرلمان الإسكتلندي صلاحية إصدار تشريع يسمح بالاستفتاء على استقلال إسكتلندا وسبق وأن تم إجراء استفتاء حول هذه المسألة في عام 2014 واختار حينها 55% من الناخبين الإسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة طلب حزب الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جيار بولسونارو ومن المحكمة الانتخابية العليا إلغاء الأصوات والتي أدل بها الناخبون في أكثر من 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني بدعاوى أعطال شابتها وحرمته الفوز وقال الحزب في دعواه أنه يطالب بإبطال الأصوات الآتية من صندوق الاقتراع الإلكتروني والتي تبين وجود أعطال مستعصية فيها وتحديد التبعات القانونية لهذا الأمر على نتائج الدبرة الثانية من الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا على بولسونارو وجرت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية وقد فاز حزب بولسونارو في نهايتها بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب والشيوخ أكد الاتحاد الأوروبي تأييده لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الدول التي تعاني من الجفاف الشديدة أو التصحر لاسيما القرى الإفريقية وذكر البيان الأوروبي أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه تنضم إلى توافق الأراء بشأن قرار اتفاقية مكافحة التصحر مؤكدا التزام التكتل بالجهود العالمية لمكافحة التصحر واستعادة الأراضي والتربة المتدهورة والسعي لتحقيق عالم خالل من تدهور الأراضي بحلول عام 2030 هذا وقد أعرب الاتحاد عن أمله في رؤية نتيجة أكثر توازنا مؤكدا اقتناعه بإمكانية إيجاد أرضية مشتركة من خلال مفاوضات بناءة أكثر يصابق رجال الإنقاذ الإندونيسيين الزمن للوصول إلى أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاذ بعد أن دمر زلزال بلدة في إقليم جاوة الغربية بلغت قوة الزلزال 5.6 درجة ووقع بالقرب من بلدة في منطقة جبلية بأكبر إقليم في إندونيسيا من حيث عدد السكان جهود الإنقاذ تتواصل في إندونيسيا مع ارتفاع عدد قتل الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي وبلغت قوته 5.6 درجة في هذا الإطار تنقض طائرات الهليكوبتر إمدادات الإغاثة إلى سكان قرى إندونيسية تقطعت بها السبل بعد زلزال دمر منازل في إقليم جاوة الغربية بينما ينتظر آخرون بقلق لمعرفة مصير أقاربهم المفقودين كما تركز جهود الإغاثة على كوجي نانج وهي إحدى أكثر المناطق تضررا حيث يعتقد أن قرية واحدة على الأقل دفنت تحت انهيار أرضي بينما ستسقط طائرات الهليكوبتر إمدادات إلى منطقتين أخرين معزولتين بسبب انسداد الطرق ومع استعداد السلطات لإرسال المزيد من الآلات الثقيلة لإزالة الانهيارات الأرضية تم نشر أكثر من ألف ضابط شرطة لمساعدة فرق الإنقاذ أعداد قتل زلزال ما زالت ترتفع في بلدة سيانجور مع اعتضاح حجم الكارثة واعتبار العشرات في عداد المفقودين وتعد إندونيسيا إحدى أكثر دول العالم عرضة للزلازل حيث تسجل بانتظام زلازل بحرية أقوى لكن زلزال يوم الاثنين الماضي الذي أعقبه أكثر من مائة وستين هزة ارتدادية كان أكثر فتكاً لأنه ضرب منطقة مقتضة بالسكان على عمق ضحل لا يتجاوز عشرة كيلو مترات قال مسؤول الصحة العامة في بريطانيا إن اللقاح المضاد لجدر القردة فعال بنسبة 78% وأوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن أحدث تحليل لها يعطي تقديراً لفعالية اللقاح بجرعة واحدة تبلغ نسبته حوالي 78% بعد 14 يوماً أو أكثر من الحصول على اللقاح ووصفت النتائج بأنها أقوى دليل بريطاني حتى الآن على فعالية هذا اللقاح وإلى الولايات المتحدة حيث لقي نحو ستة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثرى حادث إطلاق نار بمتجر في مدينة بولاية فيرجينيا وأوضحت الشرطة الأمريكية أن المسلح الذي قام بإطلاق النار لقي مصرعه وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث أو الدوافع التي وراءه نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من بعض المواقع الإلكترونية المنسوبة لوزارة القوى العاملة بزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر وأكد المركز الإعلامي أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة ولا علاقة لها بوزارة القوى العاملة مشددة على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة وناشد المركز الإعلامي الجميع بتحر الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر الأخبار مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الإعلانات الوهمية أوصى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفعي لدور العناقيد الصناعية المتخصصة في صناعة وإنتاج الأجهزة الذكية وذلك من خلال سياغة برنامج مصري لتصنيع الإلكترونيات طويلة الأمد جاء ذلك في الورقة البحثية التي نشرها المركز ضمن سلسلة شبابنا يدعم قرارنا وتهدف الورقة البحثية إلى صياغة برنامج عمل لتوطين صناعة رقائق الإلكترونية في مصر من خلال تفعيل دور العناقيد الصناعية وذلك خلال الفترة من 2022-2035 وفي ضوء ذلك أو ضوء هذه التجارب الدولية الرائدة تعد الورقة البحثية نتاج رؤى وأفكار خلاقة من شباب الباحثين لدعم متخذ القرار وتعمل على تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة لعدد من القضايا الذاتي الأولوية في المجالات كافة نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة في قرية البندرة بمحافظة الغربية وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لنحو 1271 حالة وزراعة 50 شجرة وأكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطة أن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار حرث الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين واستمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمة الطبية للأسر الأكثر احتياجة موسيقى 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 أكد محافظ المينيا أسامة القادي على انتظام العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة وأوضح القادي خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظة أن المتابعة الميدانية على أرض الواقع والاجتماعات الإسبوعية أتت بثمارها وجعلت تلك المشروعات واقعا ملموسا من خلال تذليل كافة المعويقات وتوفير جميع الأراضي للمشاريع المستهدفة حيث قاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية على الانتهاء إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية في باقي المشاريع في الوقت نفسه وجه محافظ المينيا برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء ومراجعة جاهزية المعدات ومتابعة مخرات السيول في سوق المال تبينت مؤشرات البرصة المصرية بختام التعاملات إذ تراجع المؤشر الرئيس بدغوط هبوط أسهم قيادية خلال جلسة المزاد فيما ارتفع مؤشره EGX 70 و EGX 100 وسط تدولات مرتفعة ارتفع رأس المال السقي بنحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 833.645 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 18% بالمئة ليغلق عند مستوى 12600 نقطة في المقابل ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 21% بالمئة ليغلق عند مستوى 2411 نقطة هذا وقد صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 4 من 10% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال الأستاذ حسام بعد التحية كيف تقيم أداء البورصة اليوم وحجم التداول للأسهم أنا وسلم بحركة فندم وباستاذ أستاذ أدنين طبعاً زي ما تبعنا في جلسة النهاردة وشوفنا فيه أداء إيجابي لأغلب الأسهم القادية والمؤشر الرئيسي أيضاً في بداية التعمليات وصعد المؤشر الرئيسي بأكثر من 170 نقطة في بداية التعمليات ولكن سرعان ما حدث عمليات تابع وجاني أرباح من قبل المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية بالقرب من مستويات المقامة الرئيسية أو مستويات المقامة الرئيسية تحديداً وهو الـ 12800 ده الأمر اللي انحكس سلباً على أداة المؤشر في وسط التعمليات وأدى ودفع المؤشر إلى تقريص مكاسبه والإغلاق بالمنطقة الحمراء بنهاية التعمليات بقبوط طفيف قدره 22 نقطة ولكن الإيجابي بجلسة اليوم أن الانخفاض محدود وليس انخفاض بشكل كبير وأيضاً أغلق المؤشر عند مستوى دعم رئيسي وعهم جداً للمؤشر وهو الـ 12600 بعد رحلة سعود قوية جداً وأداء إيجابي قوي جداً استمر للأكثر من 10 جلسات ولكن يعني هو أمر طبيعي أن نلاحظ أو تبدأ عمليات جاني أرباح راس مالية بالقرب من مستوى المقامة الرئيسي للمؤشر الرئيسي من قبل المؤسسات العربية والأجنبية لكن إن شاء الله استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي للـ 12600 نشوف دي عودة مرة أخرى للاختبار واستعادة مستوى المقامة الرئيسي للـ 12800 شوح حسام يعني البورصة ارتفعت في ختام تدولات نتحدث عن أكثر من 5 مليارات جنيه برأيك أو بالتحليل الفني والمالي ما الأسباب وراء هذا الارتفاع يعني عندنا عدة أسباب تأتي أو دفعة المؤشرات نحو الارتفاع وأهمها وأبرزها هي مرورة السياسة النقدية طبعاً زي ما تبعنا جداً خلال الأسبوعين الماضيين شوفنا فيه تحرير وتحريك لسعر صرف الجنيه مصر مقابل العملات الأجنبية ده أدى إلى مزيداً من ثقة الأموال المستثمرة الأجنبية في سوق المال المصر بصفة عامة وده اللي انعكس إجاباً على اتجاه المؤسسات الأجنبية شوفنا فيه اتجاه المؤسسات الأجنبية ضخ سيولة مالية بالقرب من مسؤولات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي وده الأمر اللي انعكس إجاباً على أداء المؤشر خلال الفترة الماضية وأيضاً بعض الإصلاحات الهيكلية التي تمت وحدثت في سوق المال المصري منها يعني إلغاء إلغاء العمليات والاكتفاء بعملات التسجيل العكسي للعملات التي يزبط الفحص أنه بيها شبه التلاعب بعد أن كان في الوقت السابق نشوف في إلغاء للعمليات كافة عمليات المنفذة على بعض الأسهم تحديداً وده فقط بعض الثقة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب أعتقد أن تغيير إلغاء العمليات أو التنفيذ الأكسي للعملات التي يزبط الفحص أنها بيها شبه التلاعب وتؤثر على سلامة عمليات التداول هذا أدى إلى بيادة الثقة للمستثمرين سواء مؤسسات أو أفراد أجنبية أو محلية في سوق المصري مرة أخرى أخيراً أستاذ حسام كيف انعكست الإشادات الدولية من قبل مؤسسات اقتصادية دولية بالاقتصاد المصري انعكاز ذلك على أسواق المال وعلى طبيعة تشجيع المستثمرين للدخول للاستثمار في البورصة المصرية يعني هي الإشادات الدولية من المؤسسات المالية الدولية زي صندوق النقد الدولي يعني أعتقد أنها تبقى انديكيتور أو عامل مساعد كبير جداً لدخول المؤسسات أو دخول الأموال المستثمرة مرة أخرى في سوق المال المصري وعندنا أيضاً بعض التقارير اللي بتصدر عن وكالات الايتمان أو تصنيف الايتماني اعلامي زي وكالة فيتش زي وكالة مودز أيضاً التي أصدرت آخر تأريف بيها عن الاقتصاد المصري بأنه قادر على الإبقاء في منطقة بي بلاس مع نظرة مستقبلية مستقرة ولكن أيضاً كانت في بعض المؤسسات أصدرت بعض البيانات أو تغيير نظرة مستقبلية من مستقرة إلى سلبية وده كان مدفوع بالأزمة العالمية الجيوساتية ما بين روسيا وأوكرانيا ومصعوبة الاقتصادات اللي الدولي النشأة في مواجهة هذه الأزمة خلال فترة المقبلة ولكن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق نسب النمو المرتفعة التي توقحها أغلب المؤسسات المالية الدولية وده اللي أدى إلى دخول بعض الاستثمارات أو اتجاه الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى بعد أن شاهدنا خروج الاستثمارات الأجنبية بسبب الأزمة الجيوساتية الراهنة التي بدأت من زدادة العام ولكن نشوفنا في عودة مرة أخرى للأموال الأجنبية وارتفاع صفح الأشول الأجنبية في مصر بأقصر من 7 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين وإن شاء الله نشوف مزيدا من دخول الأموال المستثمارة للأجنبية من قبل المؤسسات وإن شاء الله نشوف في عودة مرة أخرى لمؤشر الرئيسي لإستعادة مستوى المقاومة الرئيسية وإن شاء الله نشوف تحقيق المستوى المقاومة الرئيسية مرة أخرى للمؤشر الرئيسي الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال شكرا جزيلا لك تضم جامعة بني سويف العديد من الكليات والمعاهد الفريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط وذلك في إطار التطوير في التعليم والبحث العلمي يأتي من أهمها كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة في منح الدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه في التخصصات البيئية في إطار تطوير التعليم والبحث العلمي تضم جامعة بني سويف العديد من الكليات والمعاهد الفريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة كلية نشأت بينية عندنا تخصصات بينية في أربع أقسام علمية قسم علوم المواد وتكنولوجيا النانو قسم علوم البيئية والتنمية الصناعية قسم التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة قسم علوم مهندسة الطاقة المتقدمة كل تخصصات دي تخصصات بينية مهمة بتخدم احتياجات المجتمع والصناعة يأتي من أهمها كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة في منح الدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه في التخصصات البينية من خلال أربعة أقسام رئيسية قسم علوم هندسة الطاقة المتقددة كلية الدراسات العليا جامعة بني سويف قسم فريد من نوعه بيقدم دراسات دبلوم هندسة الطاقة وماجستير هندسة الطاقة ودكتوراه هندسة الطاقة والقسم يحاول يلاقي حلول بديلة لأزمة الطاقة الموجودة في العالم كل الوقت عن طريق تحضير مواد نانومترية تديني كفاءة أعلى سواء كانت عضوية أو غير عضوية وعمل فابريكيشن للسولر سيل أو استخدام هذه المواد في عمل فول سيل لتخزين الطاقة كأنزمة لتخزين الطاقة الدراسات العليا للعلوم تعد من الكليات العلمية والفريدة من نوعها في إجراء البحوث والدراسات المتقدمة بين الجامعات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية والمساهمة في حل المشكلات الصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتعامل مع رؤية مصر 2030 من خلال مناهج بينية وبحوث متعددة التخصصات برنامج التكنولوجيا الحيوية عندنا في سواء كان ماجستير أو دكتوراه أو دبلومة بنأهل الطالب أن يكون نحن نخرج طالب مميز على المستوى البحثي في مجال التكنولوجيا الحيوية وده مجال واعد لمستقبل مصر في مجالات التكنولوجيا الحيوية اللي احنا في حالة انفتاح أن نحن نطورها في مصر بشكل كبير جدا فنحاول نخرج باحث قادر أنه يكون مواكب لسوق العمل احنا هنا في القسم بنستهدف الطلبة خريجي كلية العلوم وكلية علوم الأرض وكلية الهندسة الطالب بيحصل على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في كيمياء وتكنولوجيا صناعة الأسمنت طبعا بني سويف فيها أكبر تجمع لمصانع الأسمنت على مستوى جمهورية مصر العربية الأبحاث اللي خرجة من الرسائل البحثية للطلبة طبعا بتستهدف تحقيق هدف التنمية المستدامة من تقل المبعثات ساني أكسيد القربون تتميز الكلية بوجود بنية تحتية قوية من أجهزة ومعامل متكاملة في التخصصات المذكورة كلها متاحة للطلاب لتلبية احتياجاتهم البحثية دون عناء فتقبل خريج جميع الكليات العلمية بجميع تخصصاتها ويتم منح درجات الماجستير والدكتوراه على أسس تحكيم دولية رفض اتحاد النقل الموحد الذي يمثل عمال السكك الحديدية والحافلات والنقل الجماعي وخطوط الطيران في الولايات المتحدة اتفاق المطالب المبدئية للعمال والذي توصط فيه البيت الأبيض ووفقا لجمعية السكك الحديدية الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يخسر نحو ملياري دولار يوميا في حال إضراب عمال السكك الحديدية عن العمل في الوقت الذي بدأت فيه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تهدأ في الولايات المتحدة وتنفس الرئيس الأمريكي جو بايدن السعداء بعد انتخابات التجديد النصفي الأخيرة يأتي تهديد عمال السكك الحديدية بالإضراب في مختلف أنحاء البلاد ليعكر صفوة تلك الأجواء ويضع بايدن والديمقراطيين أمام مأزق جديد مسؤولون أمريكيون نقابيون أكدوا أن الولايات المتحدة تستعد لإضراب عمال السكك الحديدية الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على اقتصاد البلاد وذلك عقب تصويت واحدة من أكبر نقابات السكك الحديدية بالرفض على اتفاق المطالب المبدئية للعمال الذي توسط فيه البيت الأبيض اتحاد النقل الموحد الذي يمثل عمال السكك الحديدية والحافلات والنقل الجماعي وخطوط الطيران في الولايات المتحدة رفض الاتفاق المبدئي لمطالب العاملين بالسكك الحديدية وذلك لتفاقم أسباب الخلاف حول نظام الحضور والإجازات المرضية ويطالب العمال بالحصول على ضعف أجورهم وتطبيق سياسات حضور أكثر مرونة بجانب مزايا أخرى في اتفاق وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه فوز لعمال السكك الحديدية ووفقا لجمعية السكك الحديدية الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يخسر نحو ملياري دولار يوميا في حال أضرب عمال السكك الحديدية عن العمل وهو ما سيؤدي إلى إغلاق قطاعات كبيرة من خدمة القطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وبموجب قانون العمل بالسكك الحديدية لعام 1926 يتمتع الكونغرس بسلطة إجبار النقابات وشركات السكك الحديدية على التحكيم الملزم وهو ما يعني منع أو وقف أي إضرابات في السكك الحديدية نهاية نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز عنوينها مجلس الوزراء يشيد بمخرجات مؤتمر المناخ ويبحث زيادة حاصيلة البلاد من الموارد الدولارية مصر تتابع بقلق ما يشهده العراق وسوريا مؤخرا من عمليات إيرانية وتركية بحقهما ويطالب بخفض التصعيد كييف تؤكد أنه لن يتم الاعتداد بأي قرارات أو مقترحات لإنهاء الأزمة مع روسيا بمعزن عنها انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سلي اشتركوا في القناة